السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تلاحظوا معي ونشاء الله نشارك معكم جوج الوصفات التي نعملهم بالشفلور وصفة للعشاء ووصفة للغداء كما تلاحظوا معي طريقة عمل طرطية صغيرة بالشفلور ونشرب زيت وفي نصف الوقت نشارك معكم طبق رائع جدا للغداء طبق متكامل بالشفلور ومثال يأتي من كهب نكهة الدجاج والخضر يعني متكامل متكامل فكنتمنى ان شاء الله جزء الوصفات ينالوا استحسانكم وإعجابكم لا تبقوا معي ونعرفوا جميع المقادر وطريقة التحضير نبدو على ركت الله بالوصفة للغداء كما تلاحظوا معي هنا اربعات الحبات من البطاطس المقطع من هذا القطع كبيرة يقليها في الزيت يقليها في الفرد وكذلك عندي تقريبا واحد كيلو من الشيف لور اللي طبعا تهوى كان صلقه في الماء تقريبا خمسة دقائق من بعد اما كان حمره وافل الفرر مع شوية الزيت اما كان قليوه يبقى الاختيار للكم وده عندكم القلايا الكهراء الهوائية احسن واحسن فيما يجيش يشارب الزيت هدو هما جوج المكونات اللي غنستعمل كنضيف هنا واحد زلاف الفلافل بالالوان في الفل الخضار وفي الفل صفار وفي الفل حمر عندي نوحة البصلة كبيرة اللي مشلدة مقطعة طريقة صغار كما تشوفوا معايا تقريبا واحد ثلاثة فصص من التو مهروسين كما لقد لاحظوا بالنسبة التوابير غنحتشوفوا الاسود اي الابزار وشوية البابريكا وشوية الكيمون او الكمون المل حسب الدوق وحسب الرغبة وتقريبا غنحتاج 150 جرام من صدر الدجاج المقطع قطع صغيرة هذو هما المكونات نبدأ على بركة الله في الطريقة كنشبر وحسيني اللي عندنا ندخله للفرن يعني الحجم يبقى اختيار حسب العدد الاسرة تقدروا الضعف المقادات تقدروا تعملوا اقل كنعمل اول حاجة طبقة البطاطس كما تلاحظوا من بعد من فوق الشيفلور اللي ان شاء الله نتمنى تكون طريقة سهلة واشرحت لكم في بداية الفيديو ممكن ما تشوفوا معايا هذا بعنجوز باش نوجدوا الصلصة المرافقة عن هذا الطبق عندي هنا واحد المقلات كان من فيها شوية زيت زيت نباتية غالما لديك البصالة اول حاجة نشحرها او لا نشوها بها الطريقة من بعد نضيف عليها التوم والصراحة الطبق رائع جدا بدون مجاملة اللي كلها عندي وسبق اللي عملته عديد من المرات فكيجي لديد بزاف وكيجي ساهل وفي المتناول وفي نص الوقت اللي كلها ما كيش باعشي منه بلا من جاملكم كنتمنى تجربوه مهم اللي كتنزل البصالة شوية مع التوم كنضيف هنا الفلافل بالالوان حتى هما كنشحروا مزيان شوية عاد كنضيف في الاخر الدجاج فموم دائما كنتمنى ان شاء الله وصفتي واقتراحات تنسي حسنا وإعجابكم كنتمنى ان شاء الله تشاركوا في القناة بواسطة تصدقت على جرس الاحمر سيسكراب او افوني وكما كنقلكم دائما لدي جام شارك معلكم ستفعلوا الجرس للمرة الثانية باش دائما كيوصلكم الجديد من قناتي كما لاحظت معايا ضفت هنا الدجاج ومبعد كنضيف توابل ونحرك مزيان ونخلي هاد الدجاج مع الخضر يتشحروا تقريبا واحد عشرة بقايق حتى يتمون الجداد وذيك الخضرات تبالوا كالطيب لانا باقي ستكمل الطياب في الفرد ومدى وشك النهائي ننقلوا تقريبا الحشوة فمهم مباشرة نضيفها فوق السينية اللي عملت فيها الشفلور والبطاطا بها الطريقة انا دائما كنت من عشاق ولازلت من عشاق لأطباق اللي كتدخل من الفرد سهلة وخفيفة وما كيكونش فيها لدم بزاف ممكن حاول نوزع خضر الدجاج بهالطريقة هذه عبارة على صلصة او لحشو اللي كترافقنا الطبق من بعد مباشرة نضيف سلصة البشاميل اللي شاركتها معكم العديد العديد من المرات بالنسبة لسلصة البشاميل كان موجود معلق كبار من الزبدة معلق كبار من الدقيق ورتر من الحليب وكان عملوا فوق النار والطريقة اللي جيدة سهلة سلصة البشاميل من بعد نعمل شوية اللي بزار وشوية القوزة وشوية مليحة وهي وجدة ممكن حاول نوزع سلصة البشاميل بهالطريقة فمثلا لما بغش يستعمل سلصة البشاميل بإمكانكم استعمله كريمة الطبخ ولكن هي ألد ألد تجيب البشاميل أحسن وحسن وتجيب نص الوقت اقتصادية أحسن ممكن حاول نوزع البشاميل بهالطريقة كما تلاحظوا معايا وفي هذه الأطناء طبعا الفرن لدينا مسخن على درجة حرار من تحت ومن فوق ومن بعد نضيف هنا الجبن المبشور عدعا دخل الفرن إن شاء الله فكنتمنى وكنتظر تطبيقاتكم على إستغرام دائما أطباق إكرام كنخللكم صندق الوصف الرابط ليتقدروا الدخل مباشرة ليلو محبابكم عنا فكنشارك معاكم دائما يومياتي في اسطوريات وكنقلكم شكرا للتشجيع وفي هذه الوقت سوف نضيف المتابعة مصبقة كما اتمنى نغطيها أول مرة بالطبيع الألمينيو لن يجعلها تقريبا 1 نصف ساعة يجعلها لتقريبا نضيف الورق الألمينيو لتتحمر من فوق نتمنى أن شرحتكم طريقة بالطهي بالنسبة للمبتدئات هذا هو الشكل نهائي لدينا اليوم سينية الفلور بالبهشاميل والدجاج وأخبط لدينا نضيف المتناول وانشاء الله ماهي لا تفير المضاقات الرائعة و الممزوجة ما بين الخضر والشفلور والبطاطس والدجاج اشتركوا في القناة 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 نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف الماء نضيف المعدنس والتوابل نضيف المعدنس والتوابل نضيف الجبن 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 تilde نضيف الجبن من بعد البيض من بعد عاد كنفندوها في البقصومات هنا اخسكم تحاولوا ما امكان ساعملوا شي سباتولا لانا كنعرفوا على الشي فلور يعني ما شيف حال بتطاقة صح بزاف كيكون شوية خفيف ولكن ان شاء الله بشوية شوية تشكل معاكم عندي هنا شوية الزيت كما كانت لاحظوا معايا قطيرة قطيرة من الزيت ما عملت لاشي الزيت بزاف ودابا ان شاء الله عمقا نقلي هاد الترطي يدي بها الطريقة هادي كنعن له معافية مهي لباش يطيبون من داخل وما كيبقى شي خضر وفي نصف الوقت حتى ذ نقصوا البطاق خليوها لعافية مهيلة باش يطيبوا على خطرهم وكيبوا كيبقوا 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 لدادين وما كيبقوا شاربين الزيت غنستمر بنفس الكيفية حتى نكمل كيميا اللي عندي كاملة وهذا هو شكل نهائي الترطي يدينا بشي فلور اللي كيبقوا اروع ما يكون ان شاء الله كنت مننا يجبوكم من الاستحسنكم وكما كنقلكم دائما كنتظر وصفاتكم وتطبيقاتكم على استغرام وحبكم في الله يا جميعا الى اللقاء وانتظرونا مع وصفات اخرى باذن الله مع السلامة